موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا فصل الخطاب في شهر رمضان بأن الله تبارك وتعالى قد جعله سنة قائمة دائمة لا تنقطع ما دامت السماوات والأراضين فشهر رمضان فيه من الفضائل والنعم التي لا تحصى ولا تعد والمؤمن واجب عليه يستغل هذه الأيام وأن لا يفرط فيها يبادر بالتوبة ويجدد العهد مع ربه عز وجل فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام البخاري بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فجعل صلى الله عليه وسلم شرطين للصيام أولاهما الإيمان والثاني والاحتساب فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ذلك أنه لم يستجمع في داخله الثقة بالله تبارك وتعالى فكان صيامه إما رياء وإما وجهانية ليرضى الناس عنه فهذا صوما مردود على صاحبه أما الصوم الحق الذي يرضي الله تبارك وتعالى فهو الصوم الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام مسلم بسند صحيح أنه قال يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فأي فضل للصيام وأي منفعة لا تحصر ولا تعد كل الأعمال لها ميزان عند الله تبارك وتعالى محسوبة بحسنات معدودة معلومة عند الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإن الله جعل له الميزان مفتوح والحساب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا بيان لهذه الأمة وتفصيل لها ومن فضائل شهر رمضان التي لا تحصى ولا تعد أنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن فقال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهو اليوم المعلوم الذي نزل فيه بقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فمن وافقات هذا الشهر العظيم هي موافقة ليلة القدر تلك الليلة الشريفة العظيمة التي ينزل فيها الروح الأمين ألا وهو جبريل عليه السلام فهذا الفضل خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأمم ونحن كأمة لا ينبغي علينا أن نفرط في الأيام ولا في الساعات المقبلة من شهر رمضان فإن رمضان فيه من النعم وفيه من العمل الخير الذي لا يكون في سواه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحابه الكرام أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان يكون عليه الصلاة والسلام في الجود كالريح المرسلة يعطي عطاء لا يشبهه عطاء في هذه الأيام المباركات لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الأجر في رمضان لا حصر له ولا عدد له ولا ثلاء له فالخير كله في هذه الأيام تجديد توبة مع الله تبارك وتعالى شهر تصفد فيه الشياطين وفيه تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب النيران شهر يعتق الله فيه من الرقاب ما لا يعتقه في سائر الأيام والليالي شهر يباهي الله تبارك وتعالى به لهذه الأمة من العمل الصالح والخيرات ما لا تناله غيرها من الأمم فأي فضل لشهر رمضان أخوتي في الله إن المؤمنة واجبا عليه اغتنام هذه الساعات وواجبا عليه أن يجدد العهد كل يوم مع ربه عز وجل فإن هذه الأيام أيام كفارات للذنوب وأيام مسح للخطايا ليست كسائر أيام التي مرت قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنف من أدرك أحد أبويه الكبر عنده فلم يدخله الجنة ثم قال ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر الله له ومن سمع ذكري فلم يصلي عليه فصلوات ربي وسلامه عليه يذكر لنا أن فضائل الخير وجماعها في شهر رمضان فقرنه ببر الوالدين وبالصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والتسليم فهذه الأيام الأيام المباركات لا ينبغي للمسلم فيها الغفلة والانشغال بمرضات الناس أبدا فهناك من الناس للأسف في رمضان من يكون ديذنه أن يبدو للناس صائما وأن يبدو للناس طائعا وأن يبدو للناس خاشعا وهو في قرارة نفسه على غير ذلك لا لا ينبغي ذلك أبدا لعودنا على الآيات الكريمات لقوله سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي لا ينبغي أن تكون الاستجابة ولا الإنابة إلا لله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يقرن مع وجهه وجه أحد أبدا فإن ذلك والعياذ بالله من الشرك الذي لا ينبغي أن يكون للمؤمن فيه نصيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يجعلنا من صوامه وقوامه وأن يزيل عنا وعن المسلمين هذه الغمة وهذا البلاء وأن يجلي عنا الفتن والمحن والبلايا والرزايا وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة